مع اقتراب يوم الحسم للانتخابات الأمريكية ينتشر السؤال الأبرز كيف تتم عملية الفرز وكيف يحدد الفائز بداية تعتبر الولايات السبع المتأرجحة أساسية في حسم نتيجة الانتخابات وتمثل مفتاح النصر لكل منافس تشمل هذه الولايات جورجيا، نورث كارولاينا، ميشيغان، وويسكونسون بنسلفينيا، أريزونا ونيفادا لكل ولاية قوانينها الخاصة حول كيفية فرز الأصوات وتحليلها وهو ما يجعلها محور اهتمام الحملات الانتخابية إذ تميل توجهات الناخبين فيها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري مما يجعل النتيجة غير محسومة بينما تعد ولايتا إنديانا وكنتاكي أولى الولايات التي ستغلق صناديقها في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت الشرقي في أمريكا مما يمنح الجمهور أول مؤشر حول سير عملية التصويت وفيما يتوقع أن يكون الفائز واضحا بعد انتهاء التصويت فإن إعلان نتيجة نهائية قد يستغرق عدة أيام بسبب إجراءات الفرز المتنوعة وخاصة في الولايات السبع المتأرجحة ويمتد جدول الإغلاق لبقية الولايات حيث تغلق الصناديق في عدة مراحل على سبيل المثال السابع مساء تغلق صناديق الاقتراع في سبع ولايات منها جورجيا في الثامنة مساء تظهر نتائج أولية من العديد من الولايات في منتصف الليل تغلق الصناديق في هاواي بينما تغلق آخر الصناديق في ألاسكا عند الساعة الواحدة صباحا أما عن كيفية احتساب الأصوات وهي فرز علني وبريدي لعمليتي تصويت وهما التصويت الشخصي والتصويت البريدي أما تصويت الشخصي فيتم بشكل مباشر حيث يصوت الناخبون باستخدام بطاقات ورقية أو شاشات إلكترونية هذه البطاقات يتم مسحها إلكترونيا وحفظها في صناديق آمنة تحت إشراف لجان من مختلف الأحزاب لضمان النزاها فيما تتم عملية التصويت بالبريد قبل يوم الاقتراع لكنها تطلب إجراءات إضافية للتحقق من صحة الصوت في بعض الولايات مثل بنسلفينيا وويسكونسن يبدأ فرز الأصوات البريدية فقط في يوم الانتخابات بعض الولايات مثل ماشيغان وانيفادا سمحت ببدء فرز الأصوات البريدية قبل يوم الانتخابات مما يساعد في تسريع إعلان النتائج ثم يتم فرز الأصوات في كل مقاطعة وإرسال النتائج إلى مكتب وزير الخارجية في كل ولاية ليتم إصدار النتائج النهائية علناً هذا الإعلان يتم تدريجياً حسب سرعة الفرز في كل ولاية اشتركوا في القناة